ماذا عن خصوصية الشافعية؟ الشافعية رحمه الله تعالى له خصوصيات كثيرة في العبادة فقد كان رحمه الله يقسم الليل أثلاثا يقوم ثلثة يصلي وكان يصلي ثلثة الليل أحيانا بأربعين آية لا يتجاوزها يرددها وهذا دلالة في هذا دلالة على أنه كان يتعمق في معاني الآيات ويتدبرها يقوم ثلثة ويدرس العلم ثلثة لذاكر العلم وينام ثلثة وكان له جارية ربما أيقظها في الليلة سبعة عشر مرة حتى قيل له إنها منك في علاء يا جارية ناولين المصباح تأتي لي بالمصباح يسجل مسألة من العلم وكان ورعا تقيا قالوا الإمام أحمد كذلك قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تغادر منزله يثني على الإمام أحمد قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تغادر منزله إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له فقال أحمد إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك فلا علمنا كلا الحالين منك ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك وكان رحمه الله في شهر رمضان يقرأ القرآن يختم كل ليلة مرتين